وفي تصريح خاص ليمن شباب قال رئيس اللجنة الحكومية لفتح طرق تعز عبد الكريم شيبان إن الفريق الحكومي سيبحث مع ميليشيا الحوثي الترتيبات الأمنية ومدى التزامه بنزع الألغام من الطريق وضمانه لعدم التعرض للمسافرين بالإخفاء والاختطاف قلنا لهم إذا أنتم صادقين سنتواصل معكم نناقش في التفاصيل نتفاصل معهم ونتفاهم على أمور كثيرة جدا على الترتيبات الأمنية على قضية تزالة من عندهم كل السواتر الترابية والخرسانية وعلم التعرض للناس وعلم اختطاف الناس وعلم التعرض للناس لأي ألغام نستناقش معهم بالتفاصيل هذه كلها إذا الأمور مشيت بالسلاسة وصدقوا إن شاء الله من يوم غدا أو بعض غدا تفتح طرق إذا يعني إحنا متواجدين على مرة الساعة لو قالي للآن بايفتاح والأمور مرتبة وكل شيء تمام تمام إحنا على طول